واضح انها تعرضت لضغط شجيد السبب لاف نزيف وهو ده اللي خليها مش قادرة توقف عموما هي المفروض ترجع للمستشفى بس لا 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 مستشفى لا انا مش هتحرج من هنا بعد اللي اسمعته منكم واضح انه ما ينفعش عموما هي المفروض انها ما تتحرجش نهائي وتاخد العلاج ده بانتظام وما تتعرضش لأي ضغط وما تبزلش اي مجهود اي حركة هتعرض حياتها للخطر ماشي كلمك يا دكتور احنا يا اخويا حنوط تحت رجلية هنقدمها ومش هنخليها تتعرض لأي حاجة خالص وانا هبقى افوت عليك بكرة علشان اطمئن تشكرين او دكتور تشكرين يا ابني قطر خيرك يا اخويا تفضل السلام عليكم وصل يا ستسون تفضل تفضل يا عبير شوف تحتاجين شوفي الح 두�cell يعني يا انwd كلمتي كلمتي يعرفتهم الوحفين يوعدonomير 해 Innovors انت فاهميني أنا قلبي أيد نار استويت حربي تعبناه يا عمي تاية في ملكه دي الله يدور على المعرفوس والدنيا استحلت واجعه واستكترت على الراحة ربنا كبير قادر يرد جبته يا رب ويضهر طب بنتي اللي مسحوا في زنوبهم بدم بارك يا رب والنبي كبل صبحتنا في حضني هتهلي والنبي عمي يا رب هل هو عقوة إلا بالله حسب الله نعم الوكيل حسب الله نعم الوكيل شكرا